مليون مبروك لنادي الزمالك فوز بالكونفيدرالية الافريقية بعد هدف احمد حمدي النهاردة هدف الفوز هدف السعود بعد الخسارة في مباراة الزهاب اتنين واحد هدف حسم النتيجة مليون مبروك يا زمالك مليون مبروك جماهير نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك جهاز فني نادي الزمالك ولعبي نادي الزمالك قبل أي شيء قبل ما نتكلم ونقول ونعيد ونفرح ونهيص ونتنطط لنادي الزمالك النهاردة اللي شرفنا ودخل بلدنا بطولة أفريقية جديدة وإنجاز عظيم عايز أتكلم عن جمهور الزمالك هو أنتوا إيه والله العظيم بجد أنتوا إيه إزاي كده إزاي في جمهور قادر أنه يتحمل كثير من الصعوبات كثير من الصعوبات في كل الأوقات جمهور نادي الزمالك يتحمل مضايقات إدارية مضايقات فنية لعبين أحيانا ما يبقوش في قد المسهولية نتائج ممكن تبقى سلبية في كل الأوقات جمهور نادي الزمالك يتحمل ويساند ويدعم فريقه في الضراء قبل الصراء النهاردة إيه الجمال ده إيه الروعة دي بيشجعوا الفريق بيدعموا الفريق ما بيهدوش ما بيسكتوش لحظة مدرجات مليانة أكبر من السعة الكاملة كمال في المدرجات فرحة ومسندة قبل الفرحة ودعم الزمالك النهاردة كسب بسبب جمهور الزمالك هتكلم على جميز وهتكلم على عيبة الزمالك وبالتأكيد هتكلم على قدرة نادي الزمالك بس الكونفدرالية بطولة جمهين نادي الزمالك الجمهور اللي من مباراة أرتا سولار ركز معايا مباراة أرتا سولار أول مباراة يلعبها الزمالك في الكونفدرالية بيخسر بهدفين دون رد أول هزيمة لفريق مصري في التاريخ من فريق جبوتي يجي هنا مصر الجمهور ملي المدرجات يخش هدف الزمالك في الأول وخلاص الزمالك بره البطولة من أول دور جمهور الزمالك ساعتها ماسكتش ماهديش ماحصلوش إحباط وظروف صعبة وظروف تدايق وظروف يعني تخلي أي جمهور في الدنيا الفرقة اللي أنا بشجعها أنا مش مشجعها أنتوا ما تستحقوش التشجيع بها رغم كده الجمهور إيه ماسكتش أربع أهداف جابهم الزمالك في المباراة وساعد بيهم وكمل مشواره العظيم في هذه البطولة فرقة وده يحسب لإدارة نادي الزمالك وطبعا جمهور نادي الزمالك فرقة نقصة بشكل مش طبيعي قوام نقص جدا جدا في كل المراكز أنت بتلعب زي ما بيقولوا كده إيه على الحرق رك المدرب بره أنا ده لو تصاب هنزل مين مكانه أنا ده لو ما بلعبش هحط مين مكانه والناس بقى تجي يقول لك إيه ما يلعب النهاردة واربعة تلاتة ما يلعبش اربعة اتنين ما يلعبش اربعة اتنين يا سيدي عد عد اللي عندك كم واحد بيلعب بيهم أكلمك بصراحة الفرقة دي الفرقة دي عشان ما فيهاش عمك عشان ما فيهاش عمك ما ينفعش تكسب بطولة عمك ده اللي هو إيه لاعب واثنين وثلاتة في نفس المركز مش بقول لعيبة اللي موجودة دي ما يلعبش تكسب بطولة لا تكسب بطولة بس العمك مش موجود مش قائمة مش أنا عندي لعيب واثنين وثلاتة غايبين على فنزل مكانهم ما عنديش لعيبة ما عندهاش خبرات لعيبة ما لعبتش قدام جماهير لعيبة ما لعبتش بطولات أفريقية والزمالك بيكسب البطولة عجماعة أنا النهاردة بعد المباراة aerospace كتبت واحدة من أصعب البطولات في تاريخ نادي الزمالك بعض الناس قالت إزاي يعني صعبة ده الفريق نهت بكما كانش يجامل قوي الفريق اللي فاهم كانش يجامل دي أصعب 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 واحدة من أصعب عشان ما بالغش يعني بطولات في تاريخ نادي الزمالك طبقا للظروف اللي كان فيها نادي الزمالك إقاف قيد ونقص في اللعبين وازمة مستحقات ومشاكل وقضايا وظروف في منتهى منتهى الصعوبة ورغم كده اللي كانوا بيلعبوا النهاردة قايمة الزمالك كلها رجالة جهاز فني مش كتير جهازة فنية تتحمل هذه الظروف ممكن جهاز فني يقولك لا انا ما عايفش اشتغل في الظروف دي انا سلام عليكم انا ماشي ولا ادارة تشيل المسئولية في وقت صعب جدا انا فيك الادارة دي من ايام الانتخابات قلت ان هما في مهمة انتحارية حرفيا في مهمة انتحارية وسبحان الله سبحان الله مهربنا بيكرم النوايا الصالحة والناس دي نوايا صالحة من اول يوم وشوفنا ده بعينينا فبصراحة هيصطحكوا التحية يعني بالنسبالي البطولة دي في الاساس بطولة جماهين نادي الزمالك وادارة نادي الزمالك ييجي بعد كده طبعا الجهاز الفني واللعابين بس اللي اتنين دول تحديدا لو لاهم ما كانش الزمالك النهاردة وصل انه يرفع كأس الكونفيدرالية الافريقية للمرة التانية في تاريخه